نبدأ بصفحة 79 number one a وبعد النقط is a long period of time هي فترة طويلة من الوقت during which اللي فيها يعني there is very little or no rain مفيش مطرة او في مطر قليل طبعا تبقى ايه يبقى الجفاف draw it الاولانية معناها انجراف او انحراف ديات مسودة والاخيرة ايه طيار هوائي ايه number two below normal معناها ايه الكلمة ديات اقل من المعتاد وبعد النقط حاجة كده اقل من المعتاد هاز لتو قدت الي ايه a major water shortage نقص في المياه كبير هاي يبقى لما يكون يبقى سقوط المطر اقل من المعتاد تبقى rainfall خلاص ايه السؤال اللي بعده number three land slips اللي هي الانهارات الارضية and the earth quakes والزلازل are not a common ليست ايه شائع او معتاد in this country في هزي البلد يبقى ايه occurrence يعني حادث غير معتاد في الايه في البلد دي يعني الاخيرة دي معناها انتقام البقين سهليين number four the weather دي سهلة بقى اللي هي النشرة الجوية weather forecast is good for tomorrow دي ايه بيقوله النشرة الجوية كويسة غدا so we can go on a picnic انك هنقوم بايه نوزها ايه في الخلاق اول حاجة conference يعني مؤتمر معروفة دي number five water and salts يعني المياه والاملاح are not quickly into our blood stream blood stream اللي هو ايه يعني مجرى الدم يعني في طيار الدم يعني المياه والاملاح يحصل لايه ايه بسرعة في طيار الدم تمتص بسرعة يبقى absorbed دي معناها يروي دي معناها هيحزف number six you need protective glasses انت محتاج تلبس ايه نظارات واقية to view عشان تشوف ايه نظارة شمسية يعني to view a solar هتشوف ايه بقى السولار حاجة شمسية هنا اللي هو eclipse معناها كصوف او خصوف الشمس number seven the temperature dropped درجة الحرارة بتهبط او هبطت to five الى خمسة نقطة centigrade درجة معوية in the desert يبقى degrees خمس درجات ايه مقوية يعني number eight many researches بعض الايه كسير من الابحاث have linked ربطت smoking ما بين التدخين نقطة long cancer وسرطان الرئة يبقى ربطت ايه بشكل مباشر هتبقى directly تمام دي معناها بالاعتماد number nine the desert is a place السحر of extreme حاجة باليغة جدا not by day بالنهار and extreme cold by night وبرد ايه شديد خالص بالليد يبقى بالنهار بتبقى ايه حر قوي heat number ten crimes sorry crime crime is a complex social تعتبر ايه الجريمة ايه اه حاجة ايه اجتماعية معقدة that received a lot of research تلقت او ايه يعني اتعمل عليها ايه ابحاث كتير يبقى ظاهرة هنا بقى ديت phenomenon هي ديت المفرد دي الظاهرة مفرد طيب b phenomenal يعني رائع او غير عادي حاجة غير عادية phenomenal phenomenal دي هاللي جامع بقى دي زواهر استقصت الكلمة دي كلمة لاتينة يعني واخر واحدة معناها ايه بشكل ايه عادي هنركز النهار ده على الاختيار معلش ادي الترجمة بتاعتنا عايز تعرفها ايه ترجمة ايه نعمل screen shot كده وايه وشوف ايه انت بعملها صحة ولا غلط ايه الحل بتاعنا تحت apart from بعيدا عن ايه دي الترجمة الايه الاولانية الترجمة العربية والتانية دي بقى ايه ترجمة الانجليزية منها الملحوظ تمام هي تحت ايه بقى هنشوف الصفحة اللي بعدها الصفحة التمانين ايه نمبر وان نقط you warned us we would have realized the danger يعني لو انت كنت حذرتنا كنا ادركنا ايه الخطر تمام هنا عندي ايه ورنت ده تصريف ايه تالت هنا تمام طيب هنا في الجملة التانية would and have والتصريف التالت يبقى الحالة التالتة من if يبقى نختاره had had بتيجي في الاول يعني ماضي تام هنا would and have والتصريف التالت ايه نمبر 2 where where كده عرقة سهلت للمشكلة بردك ده من بداية ال if بس في الحالة التانية where the car not too much ايه حتى تلاحظ هنا had wouldn't والمصدر ايه يعني ايه بقى يعني الاول عربية كانت تكلف اكتر كنتش هشتريها تمام فهنا مع where t في الاول يجي فاعل the car يجي طول مصدر هتبقى الإجابة ايه to cost ايه رقم ثلاثة heat and light from the sun يعني الحرارة والايه والضوء من الشمس there would be no life on earth ما كانش هيبقى فيه حياة على وجه الارض هنا هنلاحظ مع بعض هدي عندي heat and light دي مش جملة دي شبه جملة اسم صح اللي بيجي وراه هنا بقى في معنى الكلام اللي حينفع هنا without والضوء دي بردك من ايه بتيجي من بدائل بردك ايه if بس بيجي وراه ايه هنا جاي اسم هنا شبه جملة مش جملة كاملة بدون الحرارة والضوء ما كانش هيبقى فيه حياة على وجه الارض number four you can go to the cinema تقدر تذهب للسينما نقط you have finished your homework first يبقى ايه معنى الكلام با لو خلصت ايه وجبك الاول تقدر تذهب للسينما لا وهنا في الاربعة دولار هتبقى provided that دي اللي بتساوي if اما دي unless ودي بدون و but for لو لا بس طبعا ايه with that و but for ما بيجيش وراهم جملة كاملة بيجيش به جملة number five you are not allowed to use the equipment in the gym مش مسموح لك تستخدم الايه المعدات اللي في الجم ديت not you have permission ها لو انت عندك اذن ولا اذا لم يكن اذن طب ما كانش يبقى هناك تبقى unless اذا لم اذا لم تحصل على اذن يعني مش هتعرف تستخدمهم number six نفس الكلام you practice all week انت تتمرن طول الاسبوع you won't win the competition مش هتفوز بالايه بالمسابقة يبقى اذا لم تتمرن اذا لم في المعنى هو اللي يحكم عليها في ديت unless اذا لم number seven they would be in London now مفروض هم يكونوا في لندن دلوقتي نقط they caught the midday بلين لو لاحوا الطيارة بتاعت ايه منتصف النهاردة يبقى لو حتى قلنا في الترجمة هو لو هتبقى ايه هتبقى الإجابة c provided that خلاص دي بتحل محل بردك if زي ما قلنا رقم تمانية i took four books كتب with me when i went traveling لما رحت ايه هكت مسافر يعني نقط i got bored عشان ايه مزهقش فهنا بردك دي من بداية if بس احنا هنختار in case وهنقول ليه دي بتيجي من بداية if عند فعل شيء لتجنب مشكلة محتملة يعني تجنب بان هو ايه ايه زهق يعني خلاص ايه بقى رقم تسعة mona wouldn't have passed the exam يعني mona ما كانتش هتنجح في الايه في الامتحان وبعدين نوقت هنا revising ركز فعلي في ing all week يبقى ايه عايزين نجيب حاجة ييجي وراها الفعلي في ing بفيش هاللي without يعني ما كانتش هتنجح بدون مراجعة طول الاسبوع من بدائل بردك ايه if unless وكلام ده رقم عشرة نقط علي leave early خليني مع بعض كده leave هنا ده فعلي في الايه في المصدر طيب هنا في الجملة التانية will you give him الفت هكدت هتوصله يعني للمطار مع علي المفروض نزود ايه نزود اس صح فهنا عايزين حاجة ييجي وراها الفعلي في المصدر هتبقى شد بردك من بدائل if بتيجي بدائل if هنا بس تيجي شد في الاول يجي فاعل ايا كان الفاعل بقى هيجي هنا فاعل في الايه في المصدر طيب السؤال اللي بعده بردك ايه ترجمة نفس الكلام اللي قلنا في الترجمة اللي فاتت قد الترجمة قدامنا several countries across اهو يبقى تواجه عدة ايه بلدان في جماعة نحية العالم خلاص كملها انتبقى عشان ايه وقتنا والترجمة التانية نعلم جميعا قد الحل بتاعها تحتها هوت بردك we all know ماشي وقف الشاشة بقى وشوف انت صحة ولا خطأ صفحة واحد وتمانين number one it is believe يعني هناك اعتقاد يعني ذات ان الكافين ما له ازرابد لي بشكل سريع نقط into the blood stream في مجرى الدم يبقى ايه الكافين هو كمان بيحصل ايه يمتص absorbed في ايه طيار الدم يعني اه دي معناها تلاشة ودي معناها هضمة ودي معناها ايه يعني الماضي من ايه يحقن number two last weekend temperatures درجات الحرارة بتاعت الاسبوع اللي فات نهاية الاسبوع ريتشيد وصلت ايه بقى يبقى دي جريز طيب جريز دي معناها ايه صف او ردبة جامعة يعني جامعة منها number three our skin جلد بتاعنا needs protection يحتاج حماية from the sun's harmful ايه بقى الضر من الشمس الاشيعة بتاعت تبقى ريز دي معناها ايه ظلال والاخيرة ايه اطراف الايدين والرجلين والحاجات دي number four the crops were damaged by the extreme اه المحاصيل حصل لها ايه بقى بال يبقى بالحرارة البالغة heat دمرت بسيط الحرارة البالغة دي معناها ايه فورن number five the book warnings الكتاب يحذر حذر من اختار of not getting enough exercise مع عدم الحصول على ايه عمل تمرينات كافية يعني تمرينات رياضية number six a وبعدين نقط of criticism يعني النقد forced اجبرت the government الحكومة to withdraw تراجع يعني عن ايه the new law القانون الجديد ايه بقى عاصفة من النقد storm خلت الحكومة ترجع في ايه في القانون الجديد ده ايه طبعا دي rainfall معروفة ايه ودي بركان والاخيرة دي كنا اخدنا في واحدة من الوعدات على الصفة الثلجية number seven supposing you دي بردك من ايه بتحل محل F تمام you بعدين نقط the minister افترض اللي انت الوزير what would you ask him كنت هتسأله تقوله ايه هنا هنركز مع بعض would ومصدر تبقى الحالة التانية يبقى يجي هنا ايه ماضي بسيط تبقى مت السؤال اللي بعده you were a teacher لو كنت استاذ you couldn't answer this question كنتش هتعرف تجاوب ايه السؤال ده يبقى الصح هنا ايه اذا لم اذا لم تكن مدرس ما كنتش هتعرف تجاوبه unless يعني سؤال ايه على مستوى الايه المدرسين المدرسين رقم تسعة نقط he found me before i left the office نفس الجملة اللي جات في الصفحة اللي فاتت عند هنا would وهاد والتصريف التالت تبقى الحالة التالتة من if صح يبقى يجي هنا ماضي تام طب محتاجين هنا مع الماضي التام ايه had اللي هم قد منها في الاول من بداء ال if رقم عشرة احمد may find a job easily احمد ربما يجد وظيفة بسهولة not he has a lot of qualifications لو عنده qualifications يعني ايه موهلات لو عنده موهلات كتير لو هنا في الاربعة هتبقى ايه provided that طبعا هنا عارفين بقى without in case of بيجوارهم شبه جملة اما دي جملة ايه كاملة ايه فاعل he وفاعل رقم 11 ايه نقط وبعدين علي go مصدر اه اللي اتفقنا عليها ان he بقى في الاربعة دولي جوارها هبقى فاعل وبعدين مصدر should نظر ما نكمله بقية الجملة تمام يعني لو علي خرج ايه الليلة he will be studying all day tomorrow هيقعد يذكر بكرة لانه خلاص ضيع وقته اتناشر ايه نقط هنا water there would be no life on earth مش هيبقى في حياة خالص على وجه الايه على وجه الارد هنركز مع بعد كده water ده اسم يبقى ان الاسم مش هتنفع وف دي مش هتنفع اه هنا عشان كمان التركيبه خطأ يعني ازاي هنا في وود والمصدر يبقى دي مش هتنفع دي مع ايه مع الحالة التالتة طيب هنختاره ايه هنا بقى والذوت دي اللي بيجوارها شبه جملة ايه اسمها ماشي جملة كاملة بدون المية ما كانش هيبقى في حياة خالص على وجه الارد رقم 13 the fireman's efforts يعني جهود رجال الايه الاطفاء رجال المطاف يعني the whole house المنزل كله would have been burned كان هياه يتحرق يعني لو لا هنا طبعا دي شبه جملة صح؟ اسم ليه ايه فورسة دي هتبقى but for لو لا جهود رجال الاطفاء كان اللي ايه البيت كله حيوالها كام 14 نقط the spread of virus انتشار الفيروس everyone should wear a mask كل واحد يجب ان يرتدي ايه الماسك او الكمامة طيب هنا بقى عندي في الاول دي شبه جملة ماشي جملة كاملة تمام؟ اسمها هوت هنختار in case of فمعنى الكلام in case of في حالة هي الصح في حالة انتشار الفيروس كل واحد يجب ان يرتدي الكمامة لكن وذاوت يعني بدون مش هتنفع 15 many people bought more than they needed ناس كتير اشترهم اكتر من احتياجهم من حاجاتهم يعني نقط there was a curfew curfew اللي هو ايه اللي هو حظر فهنختاره هنا الصحة بتاعنا ايه بقى in case طب دي بنختارها امتى زي ما قولنا عند فعل شي ايه بقى لتجنب مشكلة محتملة بس رقم 17 آآ نقط she وبعدين to والمصدر من اللي بتاخد بقى ايه فاعل هنا وتو والمصدر where معنى الكلام لو هي قعدت في البيت ماشي اختها هتقعد معها او هتقيم ايه معاها البقين ما ينفعوش هي دي الصحة بتاعت where وفاعل وتو والمصدر كده بانتهى الفيديو بتاعنا النهاردة وخلصنا كل الوحدات وان شاء الله هنكمل بقية الامتحانات انتظرونا في فيديوهات قادمة والسلام عليكم وحمد الله وبركاته